والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه طلق سيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وأمر من السماء بأن يرجعها وقد كان سببه في أنها صوامة وقوامة وأنها زوجته في الجنة وطلاق كأن النبي عليه الصلاة والسلام صورف عنه لأن الطلاق باب كبير ويتزلزل عرش الرحمن منه الذين طلقوا بعد ذلك إنما يطلقون مجبرين وقد قال الفرصدق مرة لما طلق نوارا وكانت امرأة صالحة ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأظلم لا يضيء له النهار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان إلي للقدر الخيار فصرف الله تعالى الطلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرجع سيدة حفصة ومك